على الرغم من ظروفها الصعبة وإعاقتها التي صاحبتها منذ سن الرابعة نتيجة لحادث سير أفقدها أبويها إلا أن الطموح والإرادة لا حدود لهما في حياتها رميصاء يعقوب فتاة يمنية أنشأت مؤسسة غير ربحية لمساعدة المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة والأخذ بيد الأسر الفقيرة لرفع مستواهم المعيشي وذلك عبر فتح مشاريع صغيرة تدر عليهم المال إضافة لمساعدة الأطفال المتضررين جراء الحرب في اليمن وبدأنا هذا العمل التطوعية دون الرجوع إلى عمل مؤسسة أو عمل شكل ترخيصي بعد ذلك جاءت الحرب في فترة الحرب اضطرينا إلى أن نعمل ترخيص وعمل رسمي لأن بعض الداعمين شرطوا أن يكون العمل رسمي معنا ففتحنا المؤسسة في شهر ثمانية وبدأنا هذا العمل التطوعي المكون من مجموعة شباب يهدف العمل إلى السعي لجعل الإنسان يتميز بالعطاء الإنساني والبناء المجتمعي هذا كان هدفنا الأساسي في بناء وتأسيس المؤسسة تقوم مؤسسة إعمار الأرض بمشاريع إصلاح صغيرة لعدد من دور حفظ القرآن والمساجد كما تدعم المؤسسة أيضا مشاريع الزواج للشباب والشابات ممن لا يستطيعون تحمل أعبائه وتكاليفه الباهظة وتساعد الأطفال المتضررين من الحرب في اليمن عن طريق إقامة المهرجانات في المدارس المؤسسة أنشأت من شهر ثمانيا لكن أنشطتي كانت مستمرة قبل الحرب وقبل كل شيء كان تأثير يركز على الأسر بشكل عام وبشكل خاص للمجتمع كانت تخدم المجتمع بشكل فضيع بعد الحرب أصبح الوضع في اليمن كثير مزري فأصبحت المؤسسة يركز على كثير من الناس أصبح الكثير من المعاقين الكثير من المكفوفين الكثير من ذوي الإصابات ركزنا لهم وعملنا لهم دورات لاستخدام الكمبيوتر وتحسين مهاراتهم للخروج الحياة والواقع العام كذلك نفسية الأطفال تدمرت بشكل غير طبيعي في الحرب فحاولنا الترويح عنهم عملنا العديد من مهرجانات عملنا في الحجاز عملنا في المدارس إضافة للعديد من الدورات التوعوية في مجال التسويق منها كيف تؤسس مشروعا صغيرا خاصا بك والذي يهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للأفراد كما تقوم رميصاء بالإشراف على المشاريع بنفسها